وباء كورونا يواصل قسوته على الأردنيين حاصداً أرواح أربعين ضحية ومسجلاً خمسة ألاف وسبعمائة وثلاثاً وثلاثين إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى أربعة ألاف وثمانمائة وثلاث وثلاثين والإصابات إلى أربعمائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسين منذ بدء رصد الجائحة العاصمة عمان حصدت النسبة الأكبر من الإصابات مسجلة ثلاثة وخمسين في المئة بواقع ثلاثة ألاف واربعين إصابة تلتها محافظة الزرقاء بواقع ستمائة وإحدى وثمانين وارتفع عدد الحالات النشطة إلى واحد وخمسين ألفاً وثمانمائة وتسع وتسعين حالة وفي غمرة ارتفاع الإصابات والوفيات وانتشار الوباء يواصل الجيش الأبيض مواجهة هذا الفيروس حيث تم إدراء ثلاثة وأربعين ألفاً وأربعمائة وتسعة وخمسين فحصاً مخبرياً وصلت نسبة الإيجابية منها إلى قرابة ثلاثة عشر ونصف في المئة اشتركوا في القناة